بعد هذه الأحداث التي جرت هناك من يقول ويؤمن ويعتقد ويكتب أن العراق الآن في هذه المرحلة تحديدا يعيش أخطر مراحله شو تقول انت على هذا القول؟ أخطر بكثير من السابق أخطر بكثير من يتزداد الخطورة لأنه السبب لا يوجد دولة الدولة انتهت أسقطت الدولة من أسقط صدام عسين الجولة أمريكان أسقطوا الدولة العراقية وانتهت الدولة العراقية أي فما يكون دولة عراقية لا دولة لا دولة فاحتمالات الفوضى قائمة وستقوم أكثر ويوم بعد يوم رح يسوء الوضع هذا هو العراق مع الأسف هذا أنت هذا بسبب الاحتلال وبسبب ما أجرت قوات الاحتلال من إجراءات من إجراءات العراق البعض يقرأ المرحلة أن الإطار التنسيقي بوجوده كطرف الشيعي منفردا بالسلطة يحاول أن يستأثر بها أكبر قدر ممكن للمرحلة المقبلة أو القادمة والله هو أشوف هذا البناء كله بناء الأمريكان بصراحة أقول لك بصراحة مطلقة الأمريكان أرادوا أن العراق يدمر ويكون فتاة وما بيحل ما بيزخم ما بيعدديش القدرة ما القبل من كان العراق ملكي أو من كان العراق جمهوري أو حتى في زمن البعث ما رعدوا يبقى بأي شكل فلهذا دمروا والله العظيم أحشي لك شي نعم هذا إذا استمر هذا الوضع بهذا الشكل راح يندفعون ذول البعثيين إلى أقصى التطرف مثل ما دخلوا قسم منهم يا داعش لأن مقطوعة ما صالحهم مقطوعة يعني راتب التقاعد مقطوعة نحن وصلنا إلى مرحلة الآن العراق مشتول ما يعرف هو نفسه مع العلمة أنا وقفت للمحمد الشيع السوداني دعمته ولا أزالت على دعمه لأسباب واضحة كثيرة عاديتها بوقتها بس يا أخي ما هذا ما نعرف وين ما يشير البلاد بأي اتجاه هل هو نظام اشتراكي هل هو نظام فردي هل هو نظام تعبوي هل هو نظام تابع ليران تابع لأمريكا المن تابع شو تقول انت والله مقسم العراق مقسم تقسيم فضيئ العراق له نظام الحكم لا العراق طبعا هم الحكام يعني اي الحكام منقسمين اي منقسمين ناس ويا ايران ناس ويا الامريكان اي ناس ويا نفسهم هذا ويا نفسهم منه وعادي بس هذا ويا نفسه ملتي بجمع الفلوس بيقولون التنوع بالديمقراطية تنوع الولدية يتنوعهم ليش ته خلوا يتنوعهم هاي دمقراطية يزغط الشعب العراقي كلها جايع دا يعيش بأزمة متعرف مرض ما يقدر امراض ما يقدروا يعلجوها قاموا اقول لك أنا دخلت مستشفى أنا هساني طبيب وعرف نصفة طبعا الهراق قال لو اليابا روح لو لندن لو العمان سوي عملية انفجرت القرحة بال المرارة عدي بالجسمي قال ما نقدر نسوي لو لندن لو لندن سوي هناك اي اذكر هاي التفاصل خلنا اخذ هذا الفاصل ونكمل طلابتنا بعد الفاصل نتواصل